وقد خالوا عشرة عشرون مئة وأكثر ما الضير فالموت هنا حليف العراقيين لا غير وبغداد تدميها اليوم منذ سنوات عما فيها الهدوء الحذر تدميها فاجعة التفجير بانتحاريين لم تحدث مصادفة أن تطير الروح في ساحة الطيران إنما هي لغة الدم التي تقتل بغداد في كل شبر منها وتميتها ألف ميتة في كل موجة تذكي الظلام على مدينة السلام تنمو خلايا الكراهية تزعزع أقل فرص البحث عن الهدوء وحفظ حق الحياة وأنفاس العراقيين يقول السياسيون التفجيران كتبا بالدم والحقد ضد الإنسانية لتقتل الروح العراقية في حسابات رخيصة تحول لرقم في قائمات الضحايا تحقيقا لمآرب جماعات ونفوذ واحتلال لمستقبل الحياة أو قد يشترى العبث بضمائر غادرة من الخارج رأي سياسي أمني يثبته المتتبعون لما حدث في بغداد ذهبت ردود الفعل جلها إلى تفعيل الجهد الاستخباراتي وهذا عند صناع الموت يتحدون فيه الدولة وشعبها ومستقبلها أمام صدمة أعادت قافلة الموت يبرهن برهم صالح رئيس الجمهورية أنه سعي الجماعات الظلامية لاستهداف الوطن وتطلعات أبنائه تجتمع القيادات الأمنية برئاسة رجل الحكومة وتتوجه الأنظار إلى إجابات عملية وتفاصيل تحقيقية فيما الكتل السياسية تقف على حد سواء باتفاق على أن الخرق الأمني وزمن الانتكاسات الذي قد يعود يقرأه سياسيون من العيار الثقيل بوجود خلل كبير بالاستراتيجية المتبعة إدانات عربية إقليمية دولية ورفض دولي شديد لانتهاك صارخ ضد الإنسان العراقي ومستقبل دولة تريد أن تسير صوب العيش بسلام رسائل اللحظات الأولى تؤشر لدوامة عنف تحدر الجهات الأممية والأمنية من إعادة ضبط المعادلة في بلاد لم تعد أمامها فرص لتقبل الدخول في خسارة قد تعيدها هذه المرة إلى موعد مع الانفلات حيث بغداد معيار صمام الأمان السياسي والأمني لمستقبل شعب الرافدين الذين يطلبون بصوت مجروح أن يحذف الموت من ذاكرة سادت فيها لغة النار والدمار